حقيقة اليوم عقدت المحافظة اجتماع موسع برئاسة السيد المحافظ وحضورنا وحضور مدير بلدية البصرة ومسؤولية الشعب والقواطع في بلدية البصرة إضافة إلى حضور مدير قسم التخطيط في المحافظة ومديرة قسم إدارة المشاريع كان حقيقة هدف في الاجتماع هو معالجة ترد الخدمات المتعلقة بالتنظيف وكذلك إزالة التجاوزات على الطرق والأرصفة اليوم وجه السيد المحافظ بوضع حل نهائي لمعالجة مشكلة التنظيف في هذه المدينة وستكون حقيقة على عاتق مديرية بلدية البصرة وبإسناد ودعم من قبل المحافظة من ضمن ما ستشهده هذه الخطة هو ترقيم الشوارع والفروع وتحديد أسماء المسؤولين عن هذه الشوارع ليتم حقيقة محاسبتهم عند تقصيرهم ومعاقبة العمال المتغيبين بشكل مستمر والذي ربما ستصل العقوبة إلى الفصل في حال أنه تجاوز عدد الأيام الغياب في نفس الوقت سيكون هناك تكريم ومكافئة العمال الذين يؤدون عملهم بشكل جيد ولا يوجد في سجلهم غياب مستمر كذلك حقيقة أكدنا أيضا على تجهيز البلدية بعدد من الأجهزة الاتصالات ضمن المشروع الخدمي لمتابعة أعمال التنظيف وإزالة الأنقاض والتجاوزات للوصول إلى بصرة جميلة ونظيفة إضافة إلى حملة الأعمار التي تشهدها المحافظة